السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في القناة. برحب بكل المشتركين معي في القناة. كمان برحب بالمشتركين الجديد. بقول لكم اهلا وسهلا. وبيقول لك لو انت لبتك جديد معينا واول مرة تسمعنا اتفجل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنقول مع بعض النهاردة التوقعات العاطفية لمواليد برج السرطان. ان شاء الله. آآ نبدأ مع برج السرطان ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. آآ طبعا يا جماعة ما تنسوش اللايك والشير والسابسكرايب. آآ مهمين جدا كمان مهمين في اختياراتي للفيديوهات اللي انا هعملها. الكراءة العاطفية احتمال تكون عكسية. ليه? لان هي الكراءة الوحيدة اللي بيكون موجود فيها آآ طقتين. آآ فكل طبعا حد بيبقى عارف الوضع بتاعه وعارف حالته. وعارف الكلام ينطبق عليه ولا على الطرف التاني. لكن ان شاء الله بتطلع يعني سليمة معي بالنسبة جيرة جدا. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم مع برج السرطان. وهقول لك الطاقة بتاعتك الاول في الفترة دي. انا شايفة طاقتك في الاول يا برج السرطان انت تعبان افضل. آآ طاقتك تلاهيت معي الثري اوف سورد. آآ انت تعبان. قلبك موجوع. ممكن بعضكو حاسس بغادرة حاسس بخيانة. آآ بطاقة غريبة. يعني انت كمان اللي بعد كده آآ انت في حمل في هموم. في معاناة عندك. في حاجة عايز ترتاح منها. حاجة عايز تتخلص منها. آآ في مشكلة عندك. المشكلة دي مش بتنيمك. يعني انت على طول تعبان. آآ بتفكر في حاجات كتير جدا. ممكن تكون عندك مسئولات كتيرة. آآ ممكن يكون عندك تفكير كتير بسبب معاقف او حاجات حصلت معاك. ممكن تكون كزا حاجة مش حاجة واحدة او تخص الناحية العاطفية بس. آآ لكن انا بالنسبة لك برج السرطان المتزوجين. انا شايفة اللي بعد كده انت في عندك بيت سعيد. عندك سعادة. عندك آآ آآ حبيب آآ بيعتذر لك بيقول لك ان هو بيحبك. آآ ده اللي موجود في الساقة بتاعتك. التاقات اللي موجودة معك في الكراءة. انا شايفة طاقة هوائية نارية ترابية. ومائية. الابراج اللي موجودة معك في الكراءة معك برج الكوس. الحوت. الكوس والحوت. والحمل. والعزراء. والاسد والجوزاء. آآ آآ دي الابراج اللي موجودة معي في الكراءة ودي التاقات. التاقات كلها موجودة ودي الابراج اللي موجودة معي في الكراءة. آآ لكن زي ما بنقول دايما هي مش مش مهمة المهمة الكراءة نصها. نبدأ هتكون الكراءة عبارة عن ايه? انت تفكيرك في العلاقة او وضعك الحالي او حالك في الوقت اللي احنا فيه. آآ آآ تفكير طرف التاني فيك. او تجاه العلاقة. نويات جاهك او تجاه العلاقة. مصير العلاقة والنصيحة لك للشهر ده ان شاء الله. آآ نبدأ بيك انت الاول انا شايفة آآ يعني الكروت بتوعك آآ اول كارت اللي هو كارت الزواج. آخر كارت كارت الانفصال او الصلاق. آآ يعني انت ممكن تكون بتفكر ما بين انك تستمر او انك تبعد او الشريك او انت شايف انك مع الشريك بيفكر كده. ما بين انك تستمر او انت تكون حاسس انك في وضع مهدد. يعني ده اللي انا استوحيته من شكل الكارتين دول في في وضعهم ده. يعني انت في النص انت حاسس ان استقرارك العاطفي وامانك المادي وحياتك العائلية ممكن تكون فيها تهديد ما بين ان زواجك يستمر او يحصل انفصال. او تكون انت او الشريك بتفكر في حاجة من الاثنين دول. لكن انا شايفك آآ يعني انت بتحب الطرف التاني. بتحب الشريك جدا. آآ شايفك كمان انت شايفه بالنسبة لك فرصة. آآ شايفك بتشتغل على العلاقة كتير جدا عشان انت هتنجحها. عشان آآ تخليها تمشي لقدام. آآ شايفك كمان ممكن طالب منه فرصة. يعني من يعني انك هتتطور وانك هتتحسن آآ بالنسبة لك او يكون ده تفكير الطرف الثاني. شايفك كمان ممكن تكون آآ نستني منه فرصة. آآ في موضوع كمان مادة آآ غالب على القراءة جدا. يعني بالنسبة لك انت بتفكر في المادة بشكل كبير. ممكن بعضكم في آآ تعصر في الحالة المادية. ممكن بعضكم حاسة ان الحل هيكون في ان الوضع المادي يكون متحسن. ده للبعض منكم. ده بالنسبة لتفكيرك انت ودمغك انت في الوقت الحالي. تفكير الطرف الثاني. آآ فيك ايه او في العلاقة. انا شايفها بيشوفك يعني آآ كارت المجيشن هنا يعني الساحر آآ هو يعني يا اما بيشوفك آآ آآ يعني شخص جذاب وجميل وآآ وعندك ادوات كتير وتقدر توصل العلاقة آآ لشكل افضل. او ان هو آآ يكون آآ بيشوفك شخص مخادر. آآ كمان تفكيره من ناحيتك كعاطفي زيادة عن اللذوم. انت اللي لقيته في تنتيكلز تلاعيت لك في القراءة مرتين. يعني مرة بتفكيرك انت ومرة بتفكيره هو. انتو محتاجين فرصة. والفرصة دي على فكرة مرتبطة بالمادة آآ كتير. ومرتبطة بالاستكرار ومرتبطة بالثبات. مرتبطة بالآآ آآ برخاء بنجاح بحاجات كتير قوي. يعني انتو اللي اتنين تفكيركوا كتير مقارب من بعض. لكن في آآ في تفكير الطرف التاني كمان انا شايفه هو خايف انت آآ ما تصبرش معاه ما تستحملش معاه تمشي وتسيبه آآ في تفكير الطرف التاني آآ من ناحيتك كده. آآ تفكيره كمان من ناحيتك هو دايما يعني بيشوفك انت الحنان او انت الامان. هو المفروض آآ يكون بالنسبة لك آآ يعني ممكن اقول لك على حاجة. ممكن لبعضكم انت بتتعامل مع شخص يكون عاطفي مثلا جدا او بيحبك قوي وشايفك حاجة كبيرة قوي وشايف ان هو المفروض يقدم لك حاجات كتير ويعمل لك حاجات كل اللي انت عايزه بس هو مش قادر وهو بيحس ان هو لما مش بيقدر آآ بيحس انه عايز يمشي. عايز يمشي للسبب ده. ان هو مش قادر يعمل لك اللي انت عايزه او يحقق احلامك آآ اغلب الطاقة اللي موجودة معاه هي ممكن ما تنطبقش على الكل على البعض لكن هي دي الطاقة اللي موجودة قدامي هو دا اللي انا شايفاه. آآ آآ الشخص دا آآ في حب كبير لي جدا. وبعضوكو لو انتو زعلانين يعني انتو متزاوجين بس في زعل بينك وبين بعض الشخص دا عايز يعتذر له. عايز يتكلم معيك. عايز يصفي الامور تماما. عايزك ان انت بتاع تديله فرصة. آآ من ناحية نوايات الجاه العلاقة آآ انا شايفة نوايات الجاه العلاقة حلوة جدا. آآ نوايا يعني اول حاجة يعني انا شايفة بتين فقط. هو عايز علاقة نكحة من كل حاجة. تبقى انتو الاتنين مبسوطين وعندوكو بيت واسرة واطفال وحياتكو سعيدة وكويسة كمان بيشوفك ان انت الشخص اللي بتكمله. آآ بيشوفك يا برج السرطان ان انت السلميس بتاعه. آآ بيشوفك انك انت آآ يعني انت منه وهو منك. دي نظرته ليك او دي نوايات الجاه العلاقة. انتو الاتنين تكونوا متحدين جوه بعض. آآ وشايفك كمان في نوايات هو ممكن يكون بيلجأ لربنا كتير. بيلعى يا ربنا كتير انكوا تكونوا مع بعض او انه انتو تبقوا آآ بالشكل اللي هو عايزه. آآ بالذات كمان يا برج السرطان لو انت كتتعامل مع طاقة مائية زيك او نارية بالذات برج الحمل او او طاقة هوائية. آآ هو كمان آآ بنوايات جاهك انه عايز يكون نجاح وعايز يحقق نجاح معيك. عايز يحقق معيك انتصار. عايز الزواج ده يعني انا شايفة انت بتتعامل مع شخص او الطاقة اللي قدامي بتتعامل مع شخص. سواء انت راجل او ست. كل نوايات ويسك جدا في جاه العلاقة. آآ كمان ممكن يكون الشخص ده مجروح من حاجات كتير. او بيعاني من ظروف وحاجات كتير او غير العلاقة العاطفية او غير ان هو عنده مشكلة معيك في العلاقة العاطفية. لا هو في عنده مشاكل تانية كتير. او يكون بيشوفك انت شخص كده. يعني انت شخص آآ آآ اتعبان مش ناقص مش متحمل. انت شخص بتعاني من حاجات كتير. فهو عايز يعني عايز يخرجك من ده. عايز يخرجك من الحالة دي. يا اما يكون هو شخص هو نفسه اللي شخص عامل كده. فانا شايفة تفكيره ناحيتك ونوايات جاه العلاقة كويسين جدا. لحد دلوقتي. ايه مصير العلاقة? آآ مصير العلاقة شايفة ان فيكو حد هياخد قرار بشكل متهور. آآ ممكن آآ يعني انا شايفة بص هي قرارة ممكن تكون عكسية. بس الطرف التاني. آآ تفكيره من ناحيتك كده. ممكن انت برج السرطان تاخد قرار متهور. ممكن تكون بتشك في حاجة. آآ في حد هياخد قرار متهور بين ان هو آآ يمشي. يسيب العلاقة دي. وآآ ويمشي. وهيحس ان هو آآ كده تمام. آآ كده هو سليم. آآ كده هو بيعمل الحاجة الصح. كده هو حقق انتصار لنفسه. آآ برغم ان هو هيكون تعبان جدا ان هو بيعمل كده. او بيدوس على حاجات كتير. او بيستقوى على الطرف التاني. لكن في حد هيعمل كده. آآ وبعد ما هيعمل كده هينزوي بقى مع نفسه. يعني هينزوي مع نفسه يفضل يفكر في كل حاجة. يعني مش بشكل انطوائي. لأ. آآ بشكل اكتشافي اكتر. يعني ان هو هيتعمق بقى في شكل العلاقة. عاوز ياخد وقت مع نفسه مثلا تفكير. آآ مراجعة حسابات. آآ مراجعة اخطاء. حاجات من النوع ده. ده اللي انا شايفية مصير العلاقة. عايزة اتحاب لك كارت تاني لمصير العلاقة. مع نعمش. بسم الله الرحمن الرحمن. مصير العلاقة بالنسبة لبرج السرطان. آآ اه هو الشخص ده آآ حاضر من حاجة. او انت. يعني ممكن حد فيكو. آآ هيبقى عنده قلق. هيبقى عنده تخوف من حاجة. هيبقى خايف آآ بيزدك لو انتو برج آآ ناري. بتتعامل مع برج ناري او ترابي. آآ شايفة فيه تخوف. آآ شايفة آآ شخص آآ ممكن مجروح كتير وآآ وخلاص مثلا خايف يكمل خايف يجازف. آآ شخص ده حذر. او كنت الوقت الحالي. آآ هي مش آآ مش طاقة مستمرة يعني. طب نصيحة بتاعتك. آآ انا شايفة نصيحة بتاعتك برج السرطان. انك آآ يعني آآ آآ حاول انك تجغل نفسك. وبعد عن التردد. آآ انا شايفيت كمان في نصيحتك انه انت كمان ممكن يكون عندك اوهيم عندك قفار كتير. بتفكر في حاجات كتير. آآ ممكن ملهاش علاقة بالواقع. آآ ممكن لبعضكم انت عندك اختيارات كتير. فاتصاره عايز يقولك انك تحدد اختياراتك. آآ بعضكم ممكن يكون عنده شك في علاقة ثلاثية. بيشك في علاقة ثلاثية. فهو عايز برضو يقولك ان ممكن انت تكون متوهم ان ده مش آآ مش حقيقي. او لو انت متأكد ان هو حقيقي ممكن تكون علاقة مستبتة. او تكون حاجة انتهت خلاص وانت لسه تفكيرك موجود فيها. آآ وبعد عن السلبية وانك آآ تبوصل نفسك بنظرة آآ آآ نظرة يعني المجني عليه. آآ لأ انت يا شخص كويس وانت شخص يعني الحبيب بيشوفك حاجات كويسة جدا. فإيه جاي ده عن النظرات السلبية للحواليك او لنفسك. انت آآ او انك تشوف نفسك مظلوم او مجني عليك. آآ اخرج من الحالة دي. اخرج كمان من حالة الندم آآ بالذات على المستوى المادي. آآ لان انت ربنا هيعوضك بحاجات حلوة كتير قوي جاية. يعني انا شايفة انت ماك شخص بيحبك شايفة القاسف بانت كاز انت عندكم فرصة كمان ممكن تكون عندكم آآ عطاء مادي من ربنا سبحانه وتعالى او حل آآ من ربنا لاستمرار العلاقة دي. لكن في نصحتك انا شايفاك تبعد عن حاجات كتير. ممكن تكون لبعضكم بيعملها في الوقت الحالي آآ بيتمدم بيتحسر كتير على حاجات فاتت على حاجات مضت. آآ ممكن بعضها يخص المادة. بعضها يخص حاجات هو عملها لشخص وملقاش منها نتيجة. ابعد عن التفكير ده او التفكير في وجود طرف ثالث عن اوهام كتير في دماغة. لو بعضكم عنده علاقات كتير آآ يبعد عن ده ويحدد هدفه ويحدد اختياره بالنسبة لبرج السرطان آآ متزوجين آآ الكراءة انتهت. بتمنى لكم الخير والسعادة والتوفيق. آآ ما تنسوش اللايك والشير والسابسكرايب. آآ شكرا للمتابعة برج السرطان متزوجين ونروح للعازلين دلوقتي. برج السرطان بالنسبة للعازلين. هنقول مع بعض القراءة هتكون عبارة عن آآ انت ايه اللي نستنيك او ايه اللي جاي لك او ايه اللي بيحصل في حياتك. آآ لو انت بتحب حد او في حياتك شخص. ايه تفكيره? آآ تجاهك او تجاه العلاقة? ايه نواية تجاهك او تجاه العلاقة? ايه مصير العلاقة مع الشخص ده? وكمان النصيحة بتاعتك للفترة دي ان شاء الله. آآ هقول لي طاقة بتاعتك الاول برج السرطان. انا شايفك يا برج السرطان. بالنسبة ليه اللي عايزي بين? والغير مرتبطين. انت حاسة انك في وضع متكثف. انت مقيد في وضع معين. الوضع ده تعبك جدا وانت مقيد فيه وحاسس انك مش عارف تخرج منه. آآ كمان شايفة فيه عندك آآ يعني انت عايز تحس بمثلا يعني هنا ممكن تقول لي حاجتين. يا انت بتدور على زواج وعلى استقرار وعلى سعادة وانك آآ تعيش حياة مستطرة بشكل يرضيك. آآ لكن انت متكثف ومش عارف آآ انت متكثف ومش عارف آآ يعني الموضوع خارج عن ايدك. او انك تكون بتتعامل مع شخص متدوج آآ وانت برضو متكثف وحاسس ان الموضوع خارج عن ايدك. آآ يعني انت بتحبه او كده لكن القرار مش عندك انت. القرار عند الشخص تاني. آآ ده بالنسبة للعزبين والغير مرتبطين. كمان انا شايفة لبعضكم آآ ممكن يكون فعلا في علاقة ثلاثية. يعني انا شايفة كمان من من الطاقة ومن القراءة قديني. في احتمال كبير قوي آآ تكون لبعضكم. يكون في علاقة ثلاثية. آآ لو انت في علاقة ثلاثية فانت آآ بواصص على العلاقة الثلاثية دي وعايز تلاقي لها حل باي شكل. وانت كمان في حواليك حب كتير او ممكن يكون في شخص تاني بيحبك او بيرقبك او بيبص عليك. وبيحاول يبينلك حبه بس انت مش شايف كل ده. انت بتبص على العلاقة اللي انت موجود فيها. ده من ناحية لو انت في علاقة ثلاثية. لو انت مش في علاقة ثلاثية بورج السرطان انت آآ يعني ممكن قاعد مثلا نستني انك يعني يحصل الارتباط. آآ بتبص على كين فاتت من عمرك او بتبص على مشاكل حصلت في حياتك او بتبص على وضع انت مقيد فيه. آآ لكن اللي بعد كده الزا ثور بيقول لي انك انت في تغيير جزري هيحصل في حياتك. يعني انا شايفة انه بالنسبة لك هيكون اللي فات هيكون يعني كان حمادة واللي جاي حمادة تاني خاطئ. آآ فانت فيه تغيير جزري هيحصل في حياتك. طبعا من الناحية العاطفية. لان انا كنامي على الناحية العاطفية. آآ فيه تغيير الجزري هيحصل وتطور هيحصل للاحسن. فيه علاقة هيكون فيها طلحة هيكون فيها تفاهم هيكون فيها اعتذار. آآ ممكن تكون من شخص ده من الماضي او كنت تعرفه من الطفولة او جار او زميل في الشغل او زميل في الجامعة او يعني آآ الشخص ده آآ يعني لو هو لو هو في علاقة ثلاثية هيرجع لك انت. هينفاصل عن العلاقة دي لان هو تعبين جدا ويرجع لك انت. لو هو آآ مش في علاقة ثلاثية وانتو مثلا فيه بينكم مشكلة هيرجع لك. لو انت مفيش في حياتك حد فانت في شخص هيظهر في حياتك انت كنت تعرفه قبل كده. حتى لو مكنتش تعرفه علاقة عاطفية. بس انت شفته قبل كده. او الشخص ده يعني انت تعرفه من زمين وما شفتوش بعض الفترة هترجع تشوفه تاني. آآ ده بالنسبة انا قلت هنا كده كل الاحتمالات. التقاط الموجودة. آآ انا شايفة النارية معاك كتير. والآآ النارية والترابية والهوائية كتير برضو. آآ والمائية كمان موجودة. الابراج اللي موجودة معاك برج السور برج العقرب. آآ برج الجوزاء. برج الاسد. برج قلنا عقرب السرطان زيك. كمان. وبرج الحوز. آآ العقرب طالع لك مرتين والسرطان طالع لك مرتين يا برج السرطان. فانتو شكلكم بتتعاملوا مع اشخاص آآ ابراج مائية كتير ونارية كمان. آآ وبرج الكوز كمان. طيب نبدأ افكراعه او هنقول انت ايه او كده انا شايفتك في الوقت الحالي انت واقس من الثاني. انت حواليك دايما قولت الفصطة بتاعتك انت فيه ناس بتبص عليك. انت فيه ناس ممكن تكون بترقبك. آآ ناس تكون حواليك معجبين مثلا ناس بتحبك. لكن انت في حد معين هو اللي باطس عليه. باطس عليه. ومستنيجي لك. مستنيه يخد قرار. مستنيين هو يتكلمك. شخص دا انت بتحبه جدا. وعايز اقول لك هو كمان بيحبك جدا. انا شايفة فيه حب من ناحية الصرف الثاني لك. آآ فيه حبه متبادل لكن للبعض هيكون فيه علاقة آآ ثلاثية. للبعض ممكن يكون هو زميلك في آآ في العمل او في الجامعة او آآ او جار او آآ او يكون بينكو اصدقاء مشترك مشتركين يعني. آآ لكن انت ممكن تكون تكون عيشت مع الشخص دا. سويني بقى. آآ انت ممكن تكون عيشت مع الشخص دا فصة حب. وكان بينكو مسلا اصدقاء مشتركين او كده. والشخص دا مسلا آآ خدعك في حاجة او سابك ومشي منك مرة واحدة. او آآ انت اللي سبته ومشيت مرة واحدة. انا شايفاك في الاخر انت آآ بتستشفي. او انت بتحاول آآ تخرج من آآ آآ يعني من من حالة او من مواقف انت تعرفت لها من علاقة عاطفية فاتت مع شخص كنت انت انت الاتنين بتحبوا بعد. ممكن يكون فيه آآ طرف ثالث آآ ثلاثة ودخل في العلاقة دي افسدها. ده احتمال برضو تاني بعد من النقو. آآ لان القراءة بتاعتك فيها احتمالات كتير جدا وانتو كتير جدا. فانا قلت كل حاجة اقدر قولها دلوقتي. آآ طيب لو انت فيه شخص تاني بتحبه. آآ تفكير الشخص ده تجاهك ايه? الشخص الثاني ده آآ هو عنده حيرة كبيرة عنده حيرة وعنده تردد وعنده طرف ثاني. اين تنبع الطرف الثاني. لكن في كل القراءة على فكرة الطرف التلت ده موجود بعض. يعني فيه طرف تلت يعني فيه طرف تلت. آآ عنده حيرة كبيرة جدا مش قادر يسيطر على الوضع في الوقت الحالي. ده تفكيره آآ ممكن تكون بتتعامل مع شخص من بورجي نيري. او السراثون او العرب. او القوس. الشخص ده عنده حيرة كبيرة. آآ عايز يبدأ معيك بداية جديدة. ده تفكيره. لكن هو حاسس ان البداية اللي هيبدأها معيك دي. آآ هو هيدوس فيها على ناس كتير. آآ يعني هتروح مسلا فيها يعني فيها مسلا ايه آآ آآ هو خايف على قيمة على عادات على فقاليدة. لكن في عندكم نهاية الشيء في تفكيره هو عايز ينهي حاجة ويبدأ حاجة. وهو ده اللي عملي يفكر فيه. آآ هو ده اللي بعضكم ممكن على فكرة تكونوا شوية مش بتتكلموا. آآ شايفة فيه بينكو تواصل روحي فيه تفكير قوي 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 بينكو وبين بعض. آآ هو حاليا بيحاول يستشفي بيحاول آآ يعني يخرج من الوضع ده لان انا شايفاه هو في مقزة كبير جدا. آآ هو لازم آآ عشان يجي لك يدوس على حاجات كتير قوي عشان يستمر معيك يدوس على حاجات كتير قوي. او بعضكم يكون عنده مشكلة مادية او ازمة من ناحية الشغل. وهو مش قادر يقرر. يعني ده تفكير الطرف التاني. لكن انا شايفة غالب على قراءة قوي طرف تابس على فكرة. الشخص ده بيحاول يوزن اموره آآ بيحاول يهدى. ممكن يكون بعد عنك للسبب ده. لبعضكم ممكن يكون بعد عنك. وبعد عنك للسبب ده يا برج السرطان. علشان يقدر يعني يرجع لك ببداية جديدة. لان هو هو في الوضع ده هو متقطع يعني هو مش عارف. مش عارف الصرف ازاي. آآ مش عارف ياخد قرار. مش عارف يعمل ايه. آآ ايه نوايات الجهة العلاقة? انا شايفة آآ في نوايات انا شايفة في حب. يعني هو نواي يتعامل مع حبه ليك بحكمة. آآ يكون آآ هادي عائل راسي مش عايز ايه تهور. آآ يعني شايفة بيقدم حب بس وهو كده في مكانه. يعني مش عارف مش هتمشي. يعني مش عارف مش هتمشي تجاه العلاقة. بيهيقعد ويستنى ويشوف ويقرر ويحلم حاجات من كده كتير لكن هو عنده حب كبير ليك نوايات تجاهك آآ آآ ان هو يحقق لك سعادة ان هو يعمل لك يعني هو مرثبت بيك وهو منجزب ليك على فكرة. وبيشوف شوفك نا يعني شخص مناسب ليه. اكتر شخص آآ مناسب ليه. آآ لبعضكم انتوا فعلا متبعدين ممكن في الفترة دي. لان انا شايفة فيه كارتين يدلوا على صواصل روحي بينك وكوي. ولو انت بتفكر في الشخص ده بشكل كبير. آآ التفكير ده آآ يعني في الغالب هيكون بسببه هو. يعني هو اللي بيبعث لك في الصوقة دي. لان هو بيفكر كمان فيك بشكل كبير. آآ بعضكم ممكن فيه اختلاف بينك وبين بعض. آآ لكن انا شايفة ان انتم هتتجاوزوا المرحلة دي. هو تمان نفسه في نواياه يعني ان اللي يحصل يكون يعني برا قراراته. يعني مش هو اللي ياخد قرار فيه. يعني هو بيتمنى ان ربنا هو اللي يتصرف في العلاقة دي. يعني هو اللي يحل الوضع اللي انتم فيه ده. آآ آآ يعني هو اللي يخرجكم من الحالة دي. او هو اللي يجمعكم ببعض. تاني آآ ده من ناحية الشخص ده كمان انت بتتعامل مع شخص ممكن يكون الشخص ده روحاني آآ قريب من ربنا او بيعمل حاجات خير كتير آآ وعايز انه ربنا يحل المشكلة اللي بينكو دي. يعني هو سيبها كده آآ للقدر يعني. مش مش ناوي حاجة معينة او عنده قرار لكن هو في عنده حب في بينك وبينه تواصل روحي شايفك حد رائع ومناسب وفي الاخر هو سيبها للقدر. آآ مصير العلاقة انا شايفة في مصير العلاقة آآ آآ انا شايفة آآ يعني بعد وضع معلق لفترة. آآ وضع معلق هينتهي. يعني ممكن تكون بعضكم معلق في الوضع ده. بقى له فترة. انا انا شايفة كمان طاقتك انت مقيد ومتكتف في علاقة فعلا. فانا شايفة مصير العلاقة هو رايح لبداية جديدة في اللي بعضكم. آآ هيكون في عنده عرض آآ عرض حب جديد. وهي آآ آآ ممكن يتخلى عن الشخص اللي هو معي ده. واللي بعضكم ممكن آآ آآ يعني وضع المعلق اللي انت فيه ده لأن انا جاي للزهنجد من آآ مقلوب. فانت الوضع المعلق اللي انت فيه ده هيتفت وهيكون عندك بداية جديدة تماما. آآ آآ ممكن الشخص ده انت اصغر منه او هو اصغر منك شخصة مختلفة عنك شوية بورجة سراثون آآ آآ وشايفة انه هيفضل متمسك بيك. لكن شايفك ممكن آآ تسيبه وتمشي. يعني ممكن تسيبه وتمشي وتبدأ من اول وجديد. لكن انا شايفة في عندك عرض حب وفيه ان الشخص ده آآ هيفضل هيفضل متمسك بيك. آآ ده ما صرها في الوضع الحالي يعني. هو لسه قاعد في مكانه يعني. النصيحة بتاعتك للفترة دي آآ بورج السراطون. آآ بعضكم ممكن يكون بيدخل ويخرج في علاقات حب مثلا. آآ كتير قومي لو مش كتير يكون بسرعة. يعني ممكن تكون بتدخل في علاقات حب بسرعة آآ أو في علاقات آآ للبعض مثلا لو يعني آآ يعني حب عميق قوي ويحصل ده بشكل سريع آآ الضرو بيقولك حاول توازن بين قلبك وعقلك ابعد شوية يعني رومانسية آآ آآ يعني حكم قلبك شوية في العاطفة لان ده بيؤدي دايما معيك لانه العلاقات مسلا تفشل او انه الطرف يبعد انت تبعد انت مسلا تحس ان هو آآ طلع مش حب وتمشي او الطرف التاني آآ يسيبك ويمشي. فدايما آآ في حاجة غلط بتحصل في العلاقات معيك. ممكن تكون بسبب تهورك او آآ تسرعك العاطفي او ان انت بتنيل للعاطفة بشكل متسرع او انك انت مش بتقدر تختار آآ سوق مروحك بشكل كويس او بشكل سليم. ده بيخلي علاقات معي آآ يكون نتجتها الفشل. فمسلا يعني خليك دايما متوازن آآ ما بين آآ قلبك وعقلك. كمان بعضكم لو انتو كمان رجالة بالزيت يعني آآ بلايش مسلا آآ السرعة في العلاقات. آآ تعدد في العلاقات. اللعبة مسلا ما بين شخصين او اللعبة بشخصين في وقت واحد آآ وفي الآخر مسلا الشخصين دول بيمشوا. يعني الشخصين ما بيكونوش موجودين او انت بتتيب حد على حتيب حد. فده بالنسبة للآآ النصيحة اللي انا شايفيها موجودة لبورج السرطان في الوقت ده. آآ القراءة انتهت. آآ قراءة بقيتكو كويسة. آآ آآ شايفة يعني في بوايدر للارتباط او العلاقة. آآ آآ ما تنسوش اللايك والشير والشايب السرايك. شكرا للمتابعة.